السلام عليكم صورهم صعبة جدا وتأخذ اي ام بفضوء كده هقولك ازاي تتجنبي انه بعد الشر ده يحصل لولادنا لانه للأسف بعد الشرع انولادنا متكرمين جدا المشكلة الاولى هي في ام كانت بخالة ابنها يستحمى عادي جدا وهو بيستحمى كان بيلعب بالبط تويز او اللي هي اللعب اللي بيلعب بيها في الحمام مثل البطة والحاجات اللي انا هتطالك سورتها الولد لعب عادي جدا كان بيطار تشمية من اللعب على عينه على وشه عادي وبعدين الولد دخل ينام مفيش اي مشكلة صحي الصبح عينه بالمنظر اللي انتو شايفينه ده فده اتضح ان ده من ايه اتضح ان ده من المولد او بعض الفطريات اللي بتنمى جوه اللعب بتاعة الميا اللعب البسين او اللعب بتاعة البنيون خصوصهم عداخل الصيف الفطريات بتلاقي ميا جوه المكان فالتنمى بشكل كبير جدا بتبدل متخزينة جوه اللعبة وللأسف ما بتموتش بطرق التقليدية للبرمزين وللأسف طبعا للأسف يعني تتضيع عين الولد باعتشار عن وراده طيب انا تجنب المشكلة دي اولا بعد ما الطفل هي لعب اللعبة البطة والحاجات دي لازم تعصرها كويس قوي تلاقي اي ميا منها وبعدين تصفيها كأنك تصفي طبق لغاية ما تنشف تاني حاجة مرة في الاسبوع الاقل لازم اللعبة تتنقع في ميا وخل بحيث ان كل مثلا جلون ميا بيتحطلوا نص كباية خل جلون ميا ده يعني حوالي 3 لتر ميا الا شوية بيتحطلوا ده لها المقدار بيتحطلوا على الاقل نص كباية خل علشان خاطر الخل يبقى مركز جدا جدا فيقدر ان هو ينظف كل اللي موجود جوه اللعبة الكلام ده بيفضل قد ايه؟ الكلام ده بيفضل لعبة بتفضل منقوع المدة ساعة على الاقل وكل ما تكون ده بيفضل يكون افضل بعد كده بتطلعي اللعب تخسريها غسلتك العادية مثلا بصابون اللي انت بتعود تخسلي بيه اللعب صابون زايل واتفر وحطتيها في غسلت الاطباق لو هي بتستحمل تدخل في غسلت الاطباق على مياه سخنه وبعدها تعصريها عصر كويس قوي مرة في الاسبوع طالما الطفل بيرعب بيه عشان ابقى ضمن ان هي مجد تخسليها في عينه ولا في الفم ولا في اي مكان تاني بيعتشر عليهم بعض الناس بتنظف اللعب بالكلور الكلور عشان استخدامه لازم يكون متخفف عشرة لواحد يعني مثلا كل ملي من الكلور اصده عشرة ملي مية مشكلتي مع الكلور انه سعيد بيضايق نفس الولاد والولادك عشان بيمصوا في اللعبة كثير فلازم ابقى ضمن انه هو تشاطف شاطفة رهيبة عشان خاطر الولاد لا تخدش كلور اصدقوني دي بتحصل كثير جدا جدا عندنا هنا في مصر الام كانوا قاعدين بالليل بيتعاشوا وعملين فشار وكل العيلة بتاكل وبيشوفوا فيلم وبعدين الولد البيبي الصغير عنده سنتين سنتين اهو مش بيبي يعني عنده سنين اخذ الواحدة فشار وشارق منها كحوا وخلاص الولد بقى كويس والام ارتاحت مكيش مشكلة ودخلوا يناموا صحيه تاني يوم الولد بدأ يكحه كحة غير طبيعية لها صوت غريب الولد بدأ نفسه يبقى ليه صوت ونفسه مش مرتاح خالص الولد بدأ يسخن فالقوم نزلت طبعا على الطوارئ وقالوا اضطروا حجازه منزار وطفلت عمله منزار منزار يدخل في الشعب الهوائية يشوف فيها ايه؟ اثار الولد لما شرق من حتة الفشار ويقح جامد دخلت جوه او دخلت جوه الجهاز التنفسي فلما دخلت في الجهاز التنفسي فالقصي ابتدى يتلم حواليها صديد وميكروبات فعملت له في الرئة اليسرى عملت له التهاب رئوي ومولد حجازه كانت قصة دي مش القصة الوحيدة فيه اطفال كتير جدا بتشرق من الفشار فلو سمحتوا الفشار مش المفروض الطفل ياخده قبل اربع سنين وهو كابر لانه كمان ساعت بيبقى جواه حتة الدرة انش بشوك دبالك منها خلاص ابنك محتاج الفشار جدا قسره له لكي يضمنا ان مفيش الدرة وتديره الحتة اللي هي ايه متفتفتة ممنوع المكسرات الكاملة قبل اربع سنين برضو الناس فاكرا ان المكسرات عادي طالما ابني بقى سنة واثنين غلط لازم تكون مططونة عشان خطري بيلعبه انا شفت عيان بتلعب وهي بتلعب مثلا مسبوقها وبتعرف تمضك بتلعب حد معاي الجامل وراء خبطها فقامت شرقت خذ بالك لو بتدي عنب عشان العنب جاي دلوقتي على الصيف العنب لازم او اي حجم دوره كراز او الكلام ده لازم تتقسم اربع تربع اوعي تبدي عنباية كاملة العنباية كاملة بذات لو صغيرة لو نزلت في مجرى الهوى بعد الشر بتستقر ما بتتحركش طيب لو بعد الشر ابني شرق او حصل اي حجم ده الكلام ده ازاي انقذوا بسرعة لان في امهات بتقلب الطفل رقصا على العقب وده خطر جدا في امهات بتشرب الطفل مية طيب اعمل ايه لو ابني ام ام بيكح سبيه كح دي الطريقة الطبيعية اللي بيخرج بيها الحاجة لو ابني مش قادر يكحها خالص ومتنح وبيزرق بعد الشر او الكلام ده بيبي صغير بقلي بيه على بطنه اوكي وسندي بس راسه من هنا تكوني فتحها كده عشان الحاجة تخرج خلاص وبكلوة ايدك انزلي تحت شوية يعني تحت على طول لوح الكتف واخبطي ثلاثة اربعة خمسة عشان الحاجة تخرج لو حد اكبر من كده يعني طفل بيوقف عنده سنتين او حتى راجل كبير لفي من وراه انزلي له المستوى بتاعه وانزلي على ركبك لفي من وراه وانزلي عنده فم المعدة واضغطي كده فالحاجة هتخرج ربنا يحفظ الولاد بس لازم نبقى واخدين بالنا بذات الموضوع اللعب ده امهات ما تعرفوش فلو سمحتوا وصلوا للامهات ربنا يحفظ الولاد اشتركوا في القناة